لكن برضو يحنى بيتكلم بالمقارنة مع المؤمنين وَأَمَّا أَنتُمْ فَلَكُمْ مَسْحَةٌ مَنَ الْقُدُوسِ يعني فيكو الروح القدس وتعلمون كل شيء لم أكتب إليكم لأنكم لستم تعلمون الحق بل لأنكم تعلمونه وأن كل كذب ليس من الحق بعدين بقول على هذه الجماعة من هو الكذاب؟ والكذاب هو الشيطان اللي في يحنى قال عنه يسوع هو كذاب وأبو الكذاب وهو أيضا كان ذاك قتالا منذ البدء من هو الكذاب؟ إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الآب والابن ثم يقول بشكل واضح بدون أي مسايرة بدون أي مساومة بدون أي تهاد على حساب الحق الكتابي يقول البشير يحنى كل من ينكر الابن ليس له الآب أيضا ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا تعرف حبائي؟ الله بطالبنا بالحذر بالانتباه باليقظة الله بطالبنا بالصحوة الروحية ولسيما في هذه الأيام ليه لازم يكون صاحيين حتى نحمي عائلة الرب إحنا عائلة واحدة المؤمنين لاحظ في مخادعين كثيرون في بطرس الثاني صحة اتنين والآية اتنين مكتوب معلمون كذبة يدسون بدع هلاك وإذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم ورسول بولوس بيتكلم في أعمال عشرين كنيسة الرب التي اشتراها التي اقتناها بدمه يعني كلفت دم الرب يسوع المسيح اشترى الكنيسة وهون يتكلم أنه نحذر من هذه الجماعات أنهم معلمون كذبة وأنبياء كذبة يدسون بدع هلاك وإذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم هؤلاء هم الضاد للمسيح